اشتركوا في القناة لا الوعي والآن في يوم من الأيام خصوصا في تقريبا 1990 تقريبا نقول لما بدوا يتكلموا في العولمة في العولمة والعولمة والعولمة الخطط صاروا يتخوفوا الناس من العولمة ها قلنا لهم شو تتخوفوا من العولمة الكويت المسلمين بدوا ينهضوا وفيهم علماء وفيهم مفكرين وفيهم كذا راح يكتشفوا ان العولمة في النهاية هي اللي راح تكون في النهاية لصالح الاسلام ها لذلك لاحظوا اليوم عندك انت اكثر من مليارين مسلم وصار فيهم متعلمين وعلماء وكذا آخره والمسلم بطبيعته بدون ما ايه ان يكون في وراء وناس تدفعوا مقابل حتى يحاول التعريف بالفكرة الاسلامية ونشرها لا خلي من المليارين بس مليون يكونوا عندهم هذا الاهتمام كافي وذلك فعلا الآن اللي عم بيحصل انه الاسلام عم بنتشر كالنار في الهشيم وين في البلاد اللي خططت وتخطط الى الآن في محاولة في محاولة الوقوف في وجه الفكرة الاسلامية طيب الآن ترجمة نانسي قنقر